من خلال هذه الطريقة ما رح تشري شتر ولا بودور البدنجان وما رح تخسر ولا درهم لكي تقوم بزراعة البدنجان فقط شاهد هذا الفيديو حتى الاخر اولا خذ حبة من البدنجان واستخرج منها البدور بهذه الطريقة التي تشاهدونها امامكم في الصورة وقم بوضعها لمنديل شفاف وقم بجمع الكثير من البدور اي رح تستخرج كل البدور الموجودة وهذا يبقى اختيارك اخي المزارع وزراعة البدنجان من خلال هذه الطريقة لا يفعلها الكثير من المزارعين لانها تستغرق وقت وايضا تستغرق جهد اضافي لكن الاشياء الصعبة دائما تكون هي التي تعطي نتائج جيدة اما الان لقد استخرجنا جميع البدور والان سنقوم برشها بالقطارات من الماء ثم مباشرة سنضعها في مكان مشمس وبعد يوم او يومين رح نقوم بزراعتها وها هي البدور قد اصبحت جاهزة للزراعة في الوياء الزراع ويجب اضافة بعض السماد العدوي ومعنى السماد العدوي هو مخلفات الاغنام والماعد والابقع وفي هذه الخطوة يجب وضع البدور بشكل جيد لكي تنمو جميعه ولمن يسأل عن زراعة البدنجال من خلال الشتل فانا عبد المولى العماري من قناة تعليم الزراعة رح ننزل لكم فيديو اخر عندما يحين وقت زراعة البدنجال من خلال الشتل والان نقوم برأي البدور قليلا ثم نضع البادي من التربة شرط ان تكون طبقة رقيقة لكي تساعد على نمو البدور بسرعة والان رح نقوم بعملية الرأي بهذه الطريقة وهذه المرة سنقوم برأي كتيف لاننا سنقوم بوضع كيس بلاستيكي وسنقوم بالرأي اسبوعيا حتى تنبوط البدور والان سنشاهد كيف يتواضع الكيس البلاستيكي على الوعاء ولمن يسأل عن هذا النوع من الكيس فستجدونه عند اصحاب المطاعم وتمن هذا الكيس يقدر بحوالي 3 دولار تقريبا اذا متابعين الكرام لقد وصلنا الى نهاية الفيديو لا تنسوا متابعة ولايك لتحفيزنا لنستمر في تقديم المزيد ان شاء الله مع السلامة لننشقي في فيديو اخر وبزراءة جديدة ان شاء الله اشتركوا في القناة شكرا